نشوفكم نتيجة القبل والبعد خاطفة السلام عليكم وياكم هيتام اليوم رح نحكي عن تنظيف المحرك السيلندر الولفات الدكشن البارد التشويتر شون رح ننظف هن وش قد اجور هن وشون تحجز يمنه طبعا بالبداية بالنسبة لتنظيف السيلندر او البستن او وجه البستن موجود الفيديو الاخير تقدر تشوفه وشوف الطريقة اللي رح نستخدمها هاي الطريقة اللي رح نعتمدها بالنسبة لتنظيف السيلندر واذا تشنت تتعاجز تروح شوف الفيديو ما لطريقة التنظيف خلحتي لكيها باختصار نفتح البلكات نجيب مادة رغوية نضخها داخل السيلندر الحد ما تتحول هاي المادة الى سائل والرغوة تروح نسحبها ونضغط هو وراح نعيد العملية هاي مرة مرتين ثلاثة الى ان نصير السيلندر نظيف درجة النظافة مالتا ممكن تكون يعني خلي نقول تسعين بالمية ونشوفكم نتيجة القبل والبعد خاطفة بعد عدنا شنو؟ بعد عدنا الولفات طبعا الولفات بالعادة يكون اصعب من تنظيف البستل لان يصير تجمع علي الاتراب والمكان مالتا يصير اصغر بحيتي يصير تكدس اكبر فراح نستخدم نفس المنظف حتى يسوي المادة شوية سوفت اكثر او يخليها هشة تصير بيها مجال وبعدها ممكن نجي عليها ابدر نفيس بحيث نحكها نوقع الاشياء التشبيرة وبالنسبة للسطح ممكن نستخدم عليه فرشة تكون ناعمة يعني ما تكون قوية بحيث نجرحها طبعا هاي بالنسبة لهذا الني اكو حالات تكون حيل قوية وتراكمات قوية يعني تحتاج انه تضربها فرشة السيم لكن انا بصراحة ما افضل فرشة السيم فانا من راح انظف الولفات ما راح اشوفوا اياي انه راح يرجع لماع الفافون مالتا او الالامنيوم ما للمحرك لان ما راح اضربها فرشة السيم اوكي وهاي صورة احطلكم اياها هنا حتى شوفون الفرق قبل التنظيف وبعد التنظيف حتى تصير لك فكرة يعني هي شي ممكن تطلع نتيجة مو انو نضربها فرشة السيم ونخليها تلمع لمح لا هي شي كافي او بالنسبة اياه هذا كافي يعني بحيث انه ما يعجبك تبقى انتا حار طبعا شغلة ثالثة اللي هو الدكشن البارد الدكشن البارد شور راح ننظفه الدكشن البارد ننظفه ببانزين والرشة يعني نحطها ويا مسدس ما الرش ونضخ عليه بحيث انواق علي ان ما تقدر تنظفه بالماده هاي حجمه حيل شبير راح يصير حيل مكلف اذا نظفناه بالماده هاي هسه نجي انه اشقدت تكلفة هذا العمل طبعا هاي الشغلة كلية تحتاج لها وقت خمس ساعات او سس ساعات حسب حسب الكمية من التراكمات اللي موجودة داخل المحرك فبالنسبة لي اذا تريد تسويها يمي لازم تجيب ليها السيارة الصبح وترجع تاخذها بعد العصر وبالنسبة للاجور مالتنا مثل ما ذكرنا احنا راح نضف تشويتر ودكشن بارد الولفات والسلندر وحجر البيئة راح يصير للمحركات الاربعة سلندر يكون مية وخمس وعشرين الف للمحركات الستة سلندر مية وخمسين الف المحركات الاثمانية سلندر يكون ميتين الف اسعار اللي مذكورة اللي هي السيارات اللي تكون موديلها ارباطعش وصعد لان هاي نسبيا تكون لدرجة التراكمات بيها يعني طبيعية مو مثل هسا هاي سيارت اللي هي صار لها قرن محد واصل يمها فايشي جوا موديل الارباطعش يعني اللي نباوع عليها ونشوفها يالله ممكن نمطيك سعر بالنسبة للحجز حتى تقدر ادزلي رسالة على الواتساب وتكتب لي موديل سيارتك ونوعها وشقد عدد السلندرات اللي بيها وتكتب لي ايوم انتي ناسبك حتى ممكن انو احنا على الايام اللي تناسبك ممكن ننطيك الموعد وهذا كان كل اللي عندي وشكران فيما الله اشتركوا في القناة